التنين الجاي هو موعد انتهاء المهل اللي حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقليف الحكومة وين صارت عملية التقليف وشو الأجواء اللي عم بتسودها بحسب مصادر تلفزيون نشرة فرئيس الحكومة المكلف مصطفى قديب عم يشتغل على قدم وساق لإنهاء التشكيلة بالأيام الآليل الجاي قبل يوم التنين على أنه تكون التشكيلة من أصحاب الاختصاص وزراء أبعاد كل البعد عن العمل السياسي والحزبي ولا بأس إن كان فيه علاقات حسن مع الأطراف السياسية لأنه بحسب المصادر على الرغم من إصرار الرئيس المكلف على تحديد الوزراء منفردا والتسهيل السياسي لهيدا المبدأ اللي قام عليه تكليف أديب إلا أنه التشكيلة رح تنعرض عند نهايتها على القوى السياسية اللي سمته لتعطي رأيه بمؤهلات وكفاءات وخبرات وأسس نجاح الشخصيات اللي تم اختياره المصادر لفتت إلى أنه مصفى أديب ما عنده مانع بهيدا الأمر خاصة وأنه الاتفاق بيقضي بأنه حتى ولو رفض أي اسم بتظل الصلاحية محصورة بالرئيس المكلف لاختيار البديل وبالتالي ما حدا من الكوى السياسية رح يقدر يملي أي اسم أو شد أي حقيبة لصالح شخصي مقربي منه وهيدا اللي بيعطي الأمل بعدم إطالة أمد التأليف اللي كانت تصير نتيجة شد الحبال على الحصص وسجلت المصادر أهم نقطة إيجابية عن بضحيط بعملية التأليف وهي الاحتضان السن من جهة والدعم السياسي الجامع من جهة تانية رغم التباين الحاصل بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف أديب حول عدد الوزراء فالأول بده 24 وزير لإعطاء كل حقيبة حقه ووقته من العمل والاهتمام والأخير بده حكومة مصغرة من 14 وزير مهمة الإصلاح بالدرجة الأولى ولكن هيدا الأمر تفصيل بسيط بينحل بسرعة ورجحت المصادر إعلان تأليف الحكومة بين اليوم ونهاية الأسبوع بنسبة 90% استنادا للمعطيات المسكورة واللي ما بيشوبها أي عقبات أو عرقلة محمد زهوي تلفزيون نشرة لا تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك صفحتنا على فيسبوك